هاي افريون هاوريو تودي وديو مستر هاني النهاردة معانا يانت 2 من مناك نكتب لاصل الصف الاول ابدائي ميت ماي فاملي قابل الاسرة بتاعتي عندنا النهاردة لسنز 1 2 3 لسننج اند ريدينج لانجو جيوز و لرن ووردز هناخد النهاردة استماع وقراءة وكمان زي نستخدم اللغة وكمان نتعلم كلمات جديدة نبدأ باول حاجة هي الفوكابولاري اللي عندنا اصراتي او عائلتي اخ اخ اب ام اخت اخ انا انا بابي وردنا بكل حتة كده طفلة راضية جراما جراما جدا يبقى دول الفاملي بتاعتنا برادر داد مام سيستر جرامبا مي ار اي بابي جراما عندنا هنا الاكسترا بتاعنا الكلمات الاضافية عندنا كلمة طال لما نجي نوصق في واحد ان هو طويل بنقول ايه هس طال او شيس طال يعني هي ايه تكون طويلة او هو يكون طويل طبعا عكس كلمة طال يعني ايه يكون قصير يعني ايه يكون قصير يكون كبير في السن يعني عطوف يعني مضحك يعني صغير في السن نقرام تاني ونركز كويس عندنا هنقوز على الفكابولي بتاعنا انظر وقرأ واكمل يعني هو يكون كبير في السن يعني نكتب هنا حرف A You are kind أنت تكون عطوف لأنه بيساعده فكذا طبعا يكون إيه عطوف يعني نكتب هنا I وهنا D نكتب هنا letter A يعني هو يكون أخويا الصغير يعني نكتب هنا O وهنا A طيب الكلمات دي لازم تتحفظ كويس لازم ما فيش حال تاني يعني نعملها مع أولادنا كده عن طريق إن نشعلب لهم الحروف مكان بعضها وهما يرتبوا الحروف نكتب الكلمة بالمينينج بتاعها وهما يوصلوا نرسم رسمة وهما برضو يوصلوا لازم يكون حافظين كويس جدا عشان ندري يكونوا جمل بعد كده ويفهموا الإجزام اللي هيجي لهم listening and speaking يعني إيه بقى listening and speaking اللي هو استماع وتحدث listen and read استمع وقرأ هنا لما تيجي تعرف في الأسرة بتاعتك تستخدم كلمة this is لما يكون بتتكلم عن إيه عن singular one person نقول إيه this is وتقول إيه my mom مثلا this is my mom هذه تكون monty this is my dad هذا يكون أبي يبقى this is هذا يكون أو هذه تكون بنستخدمها مع مين مع singular الحاجة المفرد لما تيجي تعرف حاجة بتقول this is my كذا this is my mom أو this is my dad this is my brother this is my sister وهكذا بقى طب أنا دلوقتي عايز أقول أنا عندي أخ طب لما تقول أنا عندي أنا أنا أملك I have a brother I have a brother طب لو أنت عندك أخين هنشيل ونحط ما كان two نزول هنا I have two brothers ولو أنت عندك ثلاثة نفس الأمر هنشيل ونحط three ونحط هنا I have three brothers وهكذا طب أنا عايز أتكلم عن اسم أخوية هقول his name ما ينفعش أقول her name لين أنا أتكلم عن أخ والد مذكر يبقى his name is كذا his name is يونيس أوكي طب عندي أخت I have a sister طب لو عندي أختين I have two sisters وعند تلاتة three sisters وهكذا طب لما كنا تكلم عن اسم أختي ما ينفعش أقول his name لا أستخدم her name الهر دي لمين للمؤنث her name is the leader she's the baby يعني هي تكون ايه baby لين تشايفينها في الصورة دي I love my family أنا بحب الأسرة ايه بتاعتي يبقى علشان نقدم حد من الأسرة بنستخدم كلمة this is لما نكون عايزين نقول أنا عندي بنستخدم I have كذا كذا بعد كنا عندنا هنا language ازاي هنا نقدم الأسرة ازاي حد يقدم الأسرة بتاعته to introduce one's family نستخدم السؤال ده who's this من هذا فأنت طرد تقول this is my وحد من الأسرة يعني أنا دلوقتي انت جايب أخوك وأنا بسألك سؤال وأقول لك who's this انت تقول this is my brother هذا يكون أخي طبعا انت جايب أختك وجاي وأنا مش عارف من الشخص ده بقول لك who's this انت تقول this is my sister هزي تكون ايه أختي وهكذا نفس الأمر هنا who's this من هذا this is my dad هذا يكون أبي هو جاي تعرف على الشخص ده فده قال له ايه ده بابا يبقى لما تسأل عن الشخص بتقول who's this طيب لما تجد تقول this is my فلان أخو يا أختي بابا طيب to ask and answer about someone's name أنا دلوقتي مش عايز أسأل الشخص اللي قدام عن اسمه ولا ده أنا بسأل عن اسم أخو أو اسم أخته يبقى نقول ايه بقى what's his name معناها اسمه ايه طيب what's her name اسمها ايه يبقى انت لما تسأل عن اسم ولد مش واقف قدام يعني مش بتكلمه بضمير الغاب بتقول what's his name لما تسأل عن اسم بنت تقول what's her name طيب أنا بقى هجاوب هقول ايه his name is كذا مثلا his name is yusif his name is ali وهكذا طيب لما كن بتكلم عن بنت her name her name is dalida her name is sarah وهكذا يبقى his name معناها اسمه her name معناها اسمها what's his name ما اسمه بيشاوره على الشخص ده قال له his name is ali اسمه ali وخلي بالكم ان النامز دي هي اختصار كلمة name is وهو اختصار كلمة who is what's اختصار كلمة what is نقود بالنا من الاختصارات دي دي همهمة جدا برضو عشان تسأل وتجيب عن العائلة بتقول الواحد هل لديك أخ هل لديك أخت هل لديك ابن عم وحكذا do you have احفظ السؤالدة كويس وردده كتير وحفظي كويس do you have do you have do you have يعني هل لديك do you have a brother هل لديك أخ do you have a sister هل لديك أخت do you have a cousin هل لديك ابن عم أو بنت عم طب هنا بنا نقول do you have a or an زائد اي احد افراد الاسرة او انا باعز اجاب على السؤال لو انا عندي هقول yes yes I do طب لو انا ما عنديش no I don't yes I do no I don't مثلا do you have a brother بيقول لها انت عندك أخ طبعا عندها أخوة في جنبها تقول yes I do أيوة عندي يبقى do هنا لما نجيب عليها بنجيب بكلمة yes I do أو no I don't عندنا ما هناك اكتب تيز على لسونز one two three read look and take right or false I have a sister هل هذه كده sister طبعا لا يبني اكتب هنا ايه بحرف a this is my sister هذه تكون اختي طبعا نعمل هنا علامة a right his young هو young هو سوير طبعا ايه right his name is Ali هو طبعا هنا I'm Ali أنا علي بنعمل هنا برضو ايه علامة look read and complete انظر وقرأ واكمل family grandma dad grandpa this is my الشخص اللي قدامكم ده مين هو family ولا grandma ولا dad ولا grandpa طبعا dad يبه this is my dad this is my انت شايفين صورة مين جدة جدة اسمها grandma يبني اكتبنا grandma I love my طبعا دي يكون لها أسرة يبني I love my family choose the correct answer between brackets اختاروا الاجابة الصحية اما بين قاسين this is my her name is Mona اوه ده هنا قال لي her الهر دي بتاعت مين بتاعت البنات يبقى mom do you have a brother ولا does you طبعا ما ينفعش الض لان الض بتيجي مع هي وش هي وقت يبني استخدم do you have a brother yes i do yes i do i has ولا have one sister i have one sister who's ولا where's this this is my dad لما حب اسأل عن حد بقول who's this من هذا i have a sister name is layla this sister دي بنت her name عشان ما ينفعش his his بتاعت البلد he has ولا have طبعا he has لان ها ستيجي مع he وش he has two brothers this is my his name is احمد او احمد this is my dad عشان اسمه احمد وكلمة his فما يفعش استخدم mom do you have a brother no i don't طبعا ما هنا no يبقى هنا don't طب لو كابلي yes yes d بتاعت مين بتاعت do yes i do طب لو قال لي no يبقى no i don't ok no دي مع mean don't yes do yes i do يعني انا لدي نعم لدي no i don't انا ليس لدي who not this this is my sister طبعا who is this لان this طبعا مفرد فهنستخدم معها is ما يفعش استخدم مع are do they cousins هنا they مع have ما ينفعش has لانا قلنا has مع he وshe وit يبقى do they have cousins هل لديهم ابناء عمومة look and write the missing letters يعني اقرأ واكتب الحروف النقصة grandpa grandpa يبقى هنا حرف r وهنا حرف d sister 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 هنا s وهنا r dad dad حرف a look and scramble and write يعني انظر واحد ترتب الحروف واكتب young young short short tall tall read and write true or false هني كتب t او if i love my family i have a brother his name is amad i have a sister her name is isra she's a baby يعني بحب الاسرة بتاعتي وانا عندي اخ اسمه احمد وعندي اخت اسمها اسراء وهي تكون baby اول question عندنا بيقول لي my sister is a baby يعني اخت تكون baby طبعا ال هنا baby بنكتب هنا i love my family انا بحب الاسرة طبعا اكيد انا اول جملة قالها i have two brothers انا عندي اخين طبعا لا هو قال عندي ايه one brother read and match a with b يعني وصل اقرأ ووصل العمود a بالعمود b my grandma is يعني جدتي تكون هندور على واحدة من دول تنفع my grandma is old and kind يعني كبيرة في السن وتكون عطوفة هي دي الوحيدة اللي تنفع مع مين مع كلمة my grandma is يبقى نكتب هنا letter بتاعها او number بتاعها number one this is my هذه تكون sister يبقى this is my sister نكتب هنا number two his name is adult اسمه adult اللي كتبناها رقم ايه c read order and write يعني اقرأ الكلمات وبعد كده ايه order وراء اكتبها رتبها وكتبها his is what name اللي نبدأ نبدأ ب what what is his name what's his name يعني اسمه ايه no طبعا نبدأ بيها i don't no i don't لا مش عندي بعد كده have you do a brother نبدأ بكلمة do you have a brother هل لديك اخ read and match يعني اقرأ ويوصل he is kind هو يكون عطوف مين هو هو ده طبعا excellent his my grandpa هو يكون جدي هنوصلنا نعمل ماتش بحنا his tall هو يكون طويل نعمل ماتش بحنا ده شكل طويل his a baby هو يكون طفل نعمل ماتش بكلمة مين طفل هنا بعد كده عندنا copy the following sentence انه نسخ الجملة this is my grandma انه نسخها بخط جميل عشان يكون نشكل ويشيك المرة ان شاء الله نشاه مع بعضنا lessons four and five goodbye